ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله المتهم قرر الجمعة الماضية خرق قانون الطوارئ الصحية لأجل الارتماء في أحضان عاشقته المطلقة للاستمتاع بلحظات جنسية بعيدا عن أعين المتربصين في ظل التزام سكان الضوار بملازمة البيوت تنفيذا لتعليمات السلوطات وكشفت المصادر ذاتها أنه تم إيقاف المتهم متلبسا بالفساد والخيانة الزوجية في واضحة النهار بعد عملية المدهمة التي قامت بها مصالح الضرك الملكي لمنزل المطلقة في واضحة النهار إدرى توصلها بإخبارية تفيد أن المبحوث عنها يوجد ببيت جارته وجاء إيقاف المتهمة رفقة عاشقته بعد أن توصلت عناصر الضرك الملكي بشكاية تقدمت بها خالة تتهمه فيها بتعريضها للضرب والجرحة وهو ما جعل المصالح الضركية تقرر استدعاءه للاستماع إليه قبل أن تكتشف أنه ليس بمنزله وإنما ببيت جارته المطلقة حسب مصادر الصباح التي أوردت الخبر وأمام هذه التطورات قررت مصالح الضرك الملكي مدهمة بيت المطلقة وهو منتهى بضبطه وسط غرفة النوم في واضحة النهار بعد أن كان يمارس معها الجنس وقررت مصالح الضرك الملكي اقتياد الزوج وعشقته للتحقيق معهما بينما تم تفتيش بيته وهو ما مكن من العطور على كمية من المخدرات نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي